موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة تحت سمعي وبصري الغرب المتواطئ الأغطبوط الإيراني وصل إلى خليج عدن والعرب في سباة عميق نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لعبد الرحمن الراشد بعنوان صالح والحوثيون والاستلاء على صنعاء جافي صنعاء العاصمة تعرضت للهجوم من خارج المدينة والطعن من داخلها فرئيس الوزراء ووزر الداخلية انقلبا على الدولة لصالح المهاجمين والحوثيون قصفوها من كل مكان بداية نذكر أنه من المعروف أن إسقاط علي عبدالله صالح رئيس اليمن المزمن ما كان له أن يمر بسهولة وهو بعد عامين قد نجح في تخريب الوضع الداخلي بالريموت كونترول أيضا تحالفت معه الجماعة الحوثية تنظيم أنصار الله الذي فيه من خصائص حزب الله اللبناني وتنظيم داعش العراقي التي رفضت المصالحة وأصرت على أن تعلن الخلافة لزعيمها السكوت عن استلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء يماثل القبول باستلاء داعش في العراق على مدينة الموصل أنصار الله الحوثية جماعة دينية متطرفة تريد فرض سلطتها وعقيدتها وتقصي غالبية اليمنيين ووجودها هناك سيعني قطعا إطرابات تتدوم لسنين طويلة وهذا هو هدف إيران المربي والممول الأول للحوثيين وكذلك الحال بالنسبة لجماعة صالح التي نشرت الفوضى مستفيدة من سذاجة المبادرة الخليجية التي تركت لصالح الباب مفتوحا ليخرج بكل أمواله ورجاله وهو الثعلب المعروف حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود بالحيلة وكان يخزن أموال الدولة في الخارج ومن أخطاء المبادرة الخليجية أنها قابلت بتكليف رجل من رجال صالح عبدربو منصور هادي رجل بلا شخصية ولا مهارات ولا ثقافة سياسية تؤهله لإدارة بلد معقد النزاعات على حساب دمائنا وحرياتنا يجد تعاون الأمريكي الإيراني الخفي منه والمعلن وعن أحد أوجه التعاون نشرت الأوبزيرفر موضوعا عن الملف النووي الإيراني تحت عنوان إيران مستعدة لقبول مقترحات أمريكية جديدة بخصوص ملفها النووي تخر الجريدة إن إيران كانت قبل ذلك ترفض مقترحات محورية بخصوص تخصيب اليورانيوم الخاص بها في الخارج لكنها أعلنت أخيرا أنها على استعداد لمناقشة ذلك مع واشنطن وتضيف الجريدة أن هذه المحادثات تعطلت أشهر عدة بسبب معارضة إيران تقليص عمل أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها بشكل كبير وتضح أن هذه الأجهزة مسؤولة عن نسبة تخصيب اليورانيوم بحيث يكون كافيا لتشغيل مفاعلات إنتاج الطاقة الكهربية أو يصبح مخصبا بدرجة أكبر ليشكل نواة لأسلحة نووية تستخدم في صنع الرؤوس الحربية التي تحمل على الصواريخ وتقول الجريدة أن الولايات المتحدة ترغب في تحويل مجمع فرودو النووي إلى منشأة غير نووية حيث يضم المجمع الذي يقع قرب منطقة أراك مفاعلا نوويا جديدا يجري إن شاءه الاعترافات الأخيرة حول تضليل المخابرات لمرسي وعالم مده بالمعلومات اعتبرها مناصره تبرئة له من الفشل لكن النقمين عليه اعتبروها قرينة على شرف رجال المخابرات كتب الدعاء عبداللطيف مقالا في موقع الجزيرة النت بعنوان تخبط رجال المخابرات يبرئ مرسي أم يدينه جاء فيه أحدثت التصريحات الأخيرة لوكيل المخابرات المصرية السابق ثروة جودة ضجة في المشهد السياسي فالرجل أكد تعمد الجهاز عدم إعطاء الرئيس المعزول محمد مرسي أية معلومات صحيحة عن الدولة خلال حكمه وصف جودة في حوار مع صحيفة الوطن المصرية الخاصة وصف مرسي بالخائن الذي لا يمكن مده بمعلومات صحيحة عن الدولة تصريحات مسؤول المخابرات السابق لم تمردون أن تثير جدلا في المشهد السياسي فرفضوا الانقلاب العسكري اعتبروا ما قاله جودة شهادة لمرسي أنه لا يتحمل مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلد أما مؤيدون نظام الحالي فوصفوا رجال المخابرات بالشرفاء غير أن محللين رأوا أن ما قاله جودة تشويه للجهاز المخابراتي سواء أصدقت تصريحاته أم لا وأمام الضجة التي أحدثتها تصريحات جودة كذب رجال المخابرات ما نشر في الصحيفة متهما إياها باجتزاء حديثه ليخرج عن سياقه بهدف الإضرار بمصلحة الوطن وقال على حسابه بموقع فيسبوك ألعته المنسوب على لسان ليس له أي أساس من الصحة من جهته قال يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن تصريحات رجال المخابرات السابقين تكشف حالة التدهور السياسي التي وصلت إليها السلطة الحالية ويؤكد حماد للجزيرة نت أن الأجهزة الأمنية عملت على إفشال الرئيس المعزول في إدارة الحكم عبر إحداث طلبة متعمدة في الشارع وشن هجوم إعلامي عنيف ضده وانتقاد قراراته الرئاسية وزياراته الخارجية فشل الغرب باتخاذ خطوة للرد على مجازر الأسد لكنه يتخذ قرار الحرب على داعش بسرعة مثيرة للدهشة عن هذا الموضوع كتب بول كين في صحيفة الواشنطن بوست تحت عنوان خلال الحرب التصرف فوري والمناقشة لاحقا جاء فيه قبل قيام الجيش الأمريكي بمهاجمة قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1991 قضى الكونغرس الأمريكي أشهرا في دراسة آثار وتداعيات موافقته على قرار الهجوم وفي عام 2003 وافق الكونغرس على الهجوم الأمريكي بعد ثلاثة أسابع من النقاش والمفاوضات المكثفة ولكن خلال الأسبوع الحالي قام مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال ساعات معدودة فقط بالتوقيع على خطة الرئيس أوباما لنشر القوات الأمريكية لمواجهة الإرهابيين في الشرق الأوسط والموافقة عليها كجزء من مشروع قانون الميزانية وقد تفاجأت بعض الأطراف في الكابيتول لعدم اهتمام الكونغرس الواضح بخصوص هذه المسألة البالغة الأهمية ويتساءل المشرعون في كلا الحزبين عن احتمال أن يكون مجلس الكونغرس قد فقد دوره الشرعي في الموافقة على القرارات الوطنية وطلب ستة مشرعين من الحزب الديمقراطي وستة آخرون من الحزب الجمهوري بمناقشة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق نبقى مع أجهزة الاستخبارات ولكن هذه المرة التركية التي قامت بعملية نوعية تتحدث عنها صحيفة تركيا التركية التي نشرت تحت عنوان جهاز الاستخبارات ينقذ الرهائن بعملية الحرية جاء فيه نجحت عملية تحرير الرهائن دون أن يصاب أي منهم بسوء ودون مواجهة مسلحة وتذكر الصحيفة أن العشائر العربية التي تحب تركيا أسهمت بصورة فاعلة في إنقاذ منتسب القنصلية التركية المحتجزين لدى تنظيم داعش البلغ عددهم تسعة وأربعين ستة وأربعون منهم أتراك بعد قضائهم مئة يوم في الأسر الصحيفة تشير إلى قيام التنظيم بتغيير أماكن إقامتهم ثمانية مرات بغية إخفائهم عن الأنظر إلا أن جهاز الاستخبارات التركي كان يتابعهم خطوة خطوة وعلى معرفة تامة بكافة تفاصيل معيشتهم بل وحتى أنواع الطعام الذي سناولونه ولكن الجهاز لم يقم بعملية الإنقاذ مخافة إصابتهم بأضرار إضافة إلى ذلك كانت طائرات دون طيار تراقب التحركات ليلة نهر وقد تسلم الجهاز الرهائن بعد نقلهم من الموصل إلى مدينة تل أبيض السورية القريبة من الحدود التركية حيث تم جلبهم إلى مدينة أورفا تركيا تضيف الصحيفة أن دائرة العمليات الخارجية في جهاز الاستخبارات هو الذي تولى عملية إنقاذ الرهائن دون دفع فدية ودون تلقي أي معونة من أجهزة الاستخبارات الأجنبية الأخرى التي كانت قد عرضت تقديم المساعدة دول العالم تصدر المقاتلين لداعش والغرب يتهم تركيا صحيفة العرب القطرية نشرت مقالة لإسماعيل باشا بعنوان قصة تصدير الجهادين من تركيا جاء فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت قبل أيام تقريرا تحت عنوان تجنيد عناصر داعش في حي حج بيرم في أنقرة مرفقة بصورة لرئيس التركي رجب طيب أردغان ورئيس وزرائه أحمد داود أغلو أثناء خروجهما من المسجد المذكر وزعمت الصحيفة أن ما يقارب من ألف تركي انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم وما ورد في التقرير يتعارض تماما مع الأرقام التي نشرتها مراكز دراسات والتي تؤكد أن تونس تأتي في المركز الأول من بين الدول المصدرات للجهاديين إلى العراق وسوريا وأن عدد المقاتلين الذين انضموا إلى داعش من فرنسا وبريطانيا أكثر من عدد الأتراك الذين يقاتلون في صفوف هذا التنظيم وهذا يعني أن قول صحيفة الأمريكية بأن تركيا هي واحدة من أكبر مصادر المقاتلين الأجانب لداعش هذا القول فيه تجن واضح على الحقيقة هذه الأكاذيب تختلقها وتروجها وسائل الإعلام الموالية لإيران وحلفائها لانتقام من الحكومة التركية الدعيمة للثورة السورية وتروجها وسائل الإعلام الأمريكية للضغط على أنقرة حتى تقبل القيامة بالدور المطلوب منها ربا صورة خير من ألف كلمة فكيف لو كان فيلما مصورا من قلب مناطق سيطرات داعش عن هذا الفيلم كتبت ديانة مقلد في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان أول فيلم عن داعش في وثائقي غير مسبوق سمح قادة داعش لفريق تلفزيوني من مؤسسة فيس نيوز بدخول إلى مناطق سيطراتهم في محافظة الرقة السورية والتصوير على مدى أسبوعين يومية قتل وحرب وتظهر كيفية سيطراتهم على حياة الناس في المنطقة عبر دوريات الحسبة وإدارة حياة الناس واستعراضات القوة والسجن كل من تحدثوا في الفيلم لم يكونوا سوريين فقد غلبت لهجات الخليجية والمغاربية والبعض من المهاجرين العربي إلى أوروبا وللحقيقة فإن كل من يظهروا في الفيلم من شخصيات هذه الجماعة هم نماذج لمجتمعات مريضة خرجوا منها حتى أولئك الذين عاشوا في أوروبا لم ينجوا من تركات ثقيلة حملوها معهم من بلادهم ومجتمعاتهم فهم شبان غاضبون شاريسون أرخوا لحاهم وشعورهم ويتباهون بأسلحتهم وسيوفهم ويلقنون أطفالهم كراهية الغير وتدريبة على القتال وهنا المسألة أعقد من مجرد نسبتها إلى خطاب ديني عنيف ولو أن هذا الخطاب يشكل الوعاء الذي ينهلون منه وينسبون إليه ما يقترفون لكن ما نراه من تعميم لموت وحشي وخراب ليس سوى علامة من علامات ترد المجتمعات العربية برمتها شذاذ الأفاق في هذا الفيلم خرجوا من رحم بلادنا وولدوا من أزماتها ومن اضطراباتها موجات التكفيريين تتوالى منذ أكثر من ثلاثة عقود بحيث صرنا اليوم أمام الجيل الرابع سبق أنشنت حروب على الإرهاب على تفاوت نجاحها وفشلها لكنها لم تستأصل الدوافع نعم حان الوقت لعمل مختلف حان الوقت أن نواجه ونسأل أنفسنا فهذا الفيلم ومعتدنا مشاهدته من تحويل القتل والعنف إلى وسيلة وحيدة للعيش لن تقضي عليه طائرة أو طائرات حفيد زعيم الثورة السورية ضد الفرنسيين في جبال اللاذقية يتبرأ من أفعال الأسد حيث كتب فادي سعد في موقع كلنا شركة تحت عنوان أسرة الشيخ العلوي صالح العلي تدين استغلال اسمه من قبل النظام جأفي دانت أسرة المجاهد الشيخ صالح العلي فيديو سرب من قبل عسكريين تابعين لنظام بشار الأسد يذكر فيه جنود أسديون اسم الشيخ صالح العلي أثناء إطلاقهم صواريخ على إحدى المدن السورية المناهضة لحكم الأسد وكتب المحام الأستاذ عيسى إبراهيم حفيد الشيخ صالح العلي على صفحته على الفيسبوك لفت نظري وجود مقطع فيديو قبيل إطلاق صاروخ السكود يذكر فيه اسم الإمام علي كرم الله وجهه واسم جدي أبي أمي الشيخ صالح العلي من قبل مزرمين يقومون بإطلاق صاروخ السكود على أهلنا السوريين ولدى متابعة للفيديو أميل للاعتقاد بفبركته ومحاولة استخدامه من أجل مزيد من الفرقة والكراهية بيننا كسوريين لذلك اقتضى الأمر أن أصرح باسمي وباسم أسرتي أسرة المجاهد الشيخ صالح العلي أنه وعلى فرض صحة هذا المقطع فإن هؤلاء المجرمين يمثلون أنفسهم ومن يأتمرون بأمره وإنني وأسرتنا ندين سفك أي قطرة دم لكل إنسان أو تهديم أو سرقة أملاك شخصية أو عامة أو حجز حرية لأي مواطن خرج من أجل الحرية والوطن في سوريا وتحت أي عنوان جرى هذا الجرم وقال إنهم كعائلة يحتفظون بحقهم القانوني بمقاضة كل من يستخدم اسم جدنا في هذا المقطع أو في غيره بما يخص التحريض على القتل والكراهية في سوريا أو في غيرها يقول أحد الحكماء عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أغير العالم وعندما كبرت قليلا اكتشفت أني أريد أن أغير نفسي عن سنة من سنن الكون في تغيير الأنفس كأساس لتغيير المجتمعات كتب باسم الأفندي في جريدة حبر بعنوان المعركة الداخلية في الثورة ثورة تقتضي الموضوعية أن ننظر بعينين مفتوحتين إلى كل مفرزات الثورة السورية بما تحتويه من إيجابيات وسلبيات لأن الوقوف عند السلبيات فقط وما أكثرها دون معرفة أسباب نشوئها ومن ثم ظهورها وتحليلها تؤدي إلى البؤس واليأس ومزيد من النكوص في مرحلة جلد الذات والردة على الثورة بسبب ما ظهر من مشاكل اجتماعية وشعور بالخذلان والمظلومية وعدم الاقتراب من النصر رغم ما قدم من فاتورة دماء علينا أن نقتنع أولا أن كل ما ظهر من سلبيات كان بفعل خدمة الثورة الكاشفة ومقابل هذه الأمراض الطافية على السطح والمشكلات هناك إيجابيات تعادلها أو تتفوق عليها وتحاول علاجها واستئصالها فمقابل كل لص متسلق هناك شريف يتثانى ويعمل بصمته ومقابل كل متخاذل هناك مقدام جريء ومقابل كل عدو هناك صديق ومقابل كل منتفع مصلحي هناك مبادر بالخير ومرحلة تأخر النصر وتلقي الضربات وتزايد الطعنات التي تتلقاها ثورتنا هي مرحلة تفوق أهمية مراحل التمحيص والكشف وتتجاوزها إلى مراحل إسقاط السلبيات والسلبيين والخونة والمتسلقين الذين ينخرون في جسد ثورتنا ويؤخرون نصرها وفي حال انتصرت وهم موجودون سيمنعون بفسادهم المجتمع من جني ثمار الثورة التي خرجنا جميعا لأجلها نعم هناك معركة داخلية أهم من معركتنا مع نظام هي معركة القيب الأصيلة النقية مع القيم الفاسدة الراصبة منذ عقود هي معركة الشرفاء الذين أظهرت الثورة ندرة معادنهم مع الفاسدين المحسوبين على الثورة هي ذاتها معركة الخير مع الشر داخل الجسد الثوري الذي لا يعبنا أبدا أن نعترف بوجود كثير من التقيح فيه هذا التقيح الذي سيبقى يفصل بيننا وبين السير في طريق النصر ما لم نبدأ التفكير بإيجابية حول ثورتنا وما قدمته لنا من خدمات في سبيل رفعة مجتمعنا بالكشف عن أسباب تخلفنا ورضوخنا للذل والاستبداد والطغيان ثم بدء حملة ثورية داخلية تقومية تطهيرية بعيدة عن مجاملة الأطراف المحسوبة على كل منا لفرز الطيب عن الخبيث الذي سيفشل ثورتنا إن بقي وسيعيد بناء منظمة القيم الفاسدة التي يتربع عليها نظام الأسد وكل نظام فاسد سيحل محله بعد سقوطه مشاهدين الكرام لا شيء يستطيع أن يقهر إرادة الشعب أراد الحرية من الظلم والجهل رغم جسامة التحديات نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل تقريراً لأحمد أمين بعنوان افتتاح المدارس وواقع التعليم في حلب جاءفي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد شهدت المناطق المحررة بحلب اقبلاً واسعاً على التعليم وخاصة بعد النجاح الذي حققته معظم المدارس في الأعوام الأخيرة والتي تضمنت مناهج جديدة كلياً وأسلوباً متميزاً في التعليم ظهر فيه الطلاب بمستوى أفضل مما كانوا عليه في الأعوام السابقة والجديد في هذا العام هو توحيد المناهج الدراسية في كافة المدارس لتتضمن المواد الإسلامية والرياضيات والعلوم العامة والجغرافيا والدعم النفسي إضافة إلى اللغة العربية وأنشطة أخرى كما شهدت بعض المؤسسات تطوراً ملحوظاً بإقامة دورات تأهلية لكافة المدرسين وذلك قبيل بدء العام الدراسي الحالي بمشاركة وإشراف أساتذة ذوي كفاءة وخبرات عالية وبالرغم من موجة نزوح التي اجتاحت مناطق حلب إلا أن التعليم يبقى الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الناس وهذا ما تجلى واضحاً على المناطق المأهولة بالسكان والتي يتراوح عدد الطلاب في كل مؤسسة من ألف إلى ألفي طالب وطالبة للفوج الواحد مشاهدين الكرام إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر سيستجيب القدر والقيد ينكسر ويتجدد لقاؤنا معكم غداً إن شاء الله في موعد جديد لحديث الصحافة فكونوا معنا شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة